في السليمانية وذلك للتأكيد على ضرورة توحيد الكلمة الكردية بما يخص العلاقة مع بغداد خاصة في موضوع حصة الاقليم بموازنة 2021 كالجماعة الاسلامية الكردستانية موقف نواضح من الاوضاع الراهنة في اقليم كردستان وهو الاستمرار بالاصلاح بخطة جدية ومحاربة الفساد وحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وحسم جميع الملفات مع الحكومة الاتحادية بشكل واضح بما فيه خدمة للمواطنين